بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 بارت 7 منيموم سلاب سيكنس فور 2 وي كونستركشن بنتكلم هنا على السيكنس بتاع السلاب اللي هو التي اس ازاي بنقدر نحسبه الاول الاي سي اي كود 9 خمسة تلاتة سبيسيفايز منيموم سلاب سيكنس تو كنترول ديفليكشن يبقى احنا بنحسب التي اس علشان الديفليكشن عندي يبقى وزن الليمتز ومايسببش كراكينج في المنبر او في البلاطة اللي عندي زرارة 3 امبيريكال لميتيشن فور كالكولاتين سلاب سيكنس اتش يبقى احنا هنشوف تلات معادلات مع بعض بنحسب منهم السلاب سيكنس اتش او تي اس which are based on experimental research ونلاحظ if these limitations are not met يعني لو مقدرناش نحقها يبقى it will be necessary to compute الدفليكشن يبقى خلاصة الكلام دوت ان احنا بنستخدم الامبيريكال فورميشنز او الامبيريكال ميسودز عشان نحسب اتش ولو الاتش ديت ما كانتش سافشنط يبقى في الحالة ديت لازم تحسب الدفليكشن طيب نشوف مع بعض اول حاجة عندي اللي هي الفة ام لو هي اكبر من او يساوي اتنين واقل من او يساوي دين اتنين من عشرة وهنا اتنين فبنقول الاتش بتساوي الان في تمانية من عشرة بلاس اف واي على متين الف على ستة وتلاتين بلاس خمسة بيتا في الفة ام مينوس اتنين من عشرة وفي جميع الاحوال المفروض اتش ديت ما تقلش عن خمسة انش ده المينموم بتاعنا طيب الكيس التانية لو الالفة ام كانت اكبر من اتنين يبقى في الحالة ديت الاتش بتساوي الان مضروضة في تمانية من عشرة في اف واي على متين الف مقسومة على ستة وتلاتين بلاس تسعة بيتا وفي الحالة ديت المينموم تلاتة ونص انش الحالة التالتة لو الفة ام اقل من اتنين من عشرة حنقدر نستخدم تابل التابل دوت بنحسب منه قيمة الاتش اللي هو الاسلاب فمنقول عندنا التابل دوت في مجموعة من الكريتيريا اللي بتحكمنا اول حاجة بتاعة الحديد ممكن تبقى اربعين او ستين او خمسة وسبعين الف الحالة التانية هل عندنا دروب بنيل ولا ما فيش يبقى فيه ويز دروب بنيل ويز هو تدروب بنيل الحالة اللي بعد كده انتشغل على اي بنيل هل هي اكستيرير بنيل ولا انتيريور بنيل يبقى دول التلاتة فاكتورز اللي بيحكمونا على سبيل المثال لو انا شغال على حديد اف واي اللي هو اربعين شغال على الحالة ويز او تدروب بنيل لو احنا بنقول في الحالة ديت لو فيه اتش بيم يبقى الا على تلاتة وتلاتين ويز اتش بيم يبقى الا على ستة وتلاتين الانتيريور بنيل يبقى الا على ستة وتلاتين بنحسب القيم دية وناخد القيمة الاكبر يبقى دول التلاتة فاكتورز اللي بيأثروا معانا اللي هما الييلد سترينز وجود دروب بنيل البلاطة اللي انا شغال عليها هل هي اكستيريور بنيل ولا انتيريور بنيل فاحنا بنقول السلاب عشان تبقى البلاطة two-way السلاب يبقى دا التابل اللي بنحسب منه السيكنيس بتاع البلاطة لفلات السلاب وفي الحالة دية احنا مطمنين ان الديفليكشن بيبقى ويزين الليمتز هنا الديفينيشن بتاعت التيرمس اللي احنا استخدمناها في المعادلات H اللي هي المنموم السلاب سيكنيس وزاو انتيريور بيمز يعني في حالة الفلات السلاب اللي ان الكلير سبان في اللونج ديريكشن ميجرد فاس تو فاس من الكولمز بي الرشو بتاعت اللونج تو الشورت كلير سبان اي ام او الفا ام اللي هي الافرش فاليو فور اول بيمز او صايت